اهلا بكم مجددا في المحاضرة الثانية الخاصة بشهادة بيم بي في هذه المحاضرة سنتقدم اكثر في الدليل المعرفي في كتاب بيم بوك بداية في المقدم وهو الفصل الاول في الكتاب طبعا خلال المقدمة سيتم الحديث عن الهدف من الكتاب من الكيان المعرفي لادارة المشاريع project management body of knowledge او اختصارا بيم بوك guide بالاضافة لبعض العناصر الرئيسية سيتم الحديث عنها وسيتم الحديث عن بعض المصطلحات التي يتم ذكرها دائما في كل مجال من المجالات المعرفية قد تكون محاضرات الان جافة ولا يجد فيها معلومات التي تتعلق بالعمليات والمدخلات والادوات والاساليب والمخرجات لكنها محاضرات اساسية او معلومات اساسية تخدم بقية الكتاب في البداية التعريفات الموجودة في الكتاب تعريف project management body of knowledge الكيان المعرفي لادارة المشاريع طبعا يعرف المعهد هذا الكيان كمصطلح يشير الكم المعرفي ضمن مهنة ادارة المشاريع وتتضمن كيان المعرفي لادارة المشاريع ممارسات تقليدية ثابتة المطبقة المطبقة بشكل طبعا بشكل الموسع وعنطاق عريض اضافة الى الممارسات المبتكرة في المهنة التي قد تظهر في المهنة الدليل المعرفي وهو الآن في الطبعة السادسة التي اعتمد عليه الآن الامتحان الخاص بشهادة البي ام بي يتضمن كل من المواد المنشورة وغير المنشورة كما يخضع التطوير على نحو مستمر طبعا الكتاب يتجزأ من عملية الامتحان بإضافة الى كونه الكتاب الاساسي او الرئيسي في شهادة بي ام بي بشكل عام ينظر اليه بانه الممارسات الجيدة او الممارسات الفضلة في المجال ويعمل مدير المشروع مع فريق المشروع وغيرهم من المعنيين على تحديد واستخدام الممارسات الجيدة المناسبة وتحويلها ضمن بيئة العمل طبعا هذه التعريفات رئيسية او تعريفات اساسية موضوع المنهجية يوجد اختلاف بين الدليل المعرفي والمنهجي الدليل المعرفي كما تحدثنا سابقا يتضمن الممارسات او الكم المعرفي عن الموضوع ويتضمن ممارسات مبتكرة وممارسات التقديقية بينما المنهجية هي حسب التعريف هي منظومة من الممارسات والاساليب والاجراءات والقواعد التي يستخدمها مجموعة العاملين ضمن مجال مهني ما وبالتالي الدليل المعرفي اداره المشاريع هو الاساس الذي يمكن الممارسات أن تبني عليه المنهجيات والسياسات والاجراءات هذا اضافة للقواعد والاطوات والاساليب وما مراحل دورة الحياة اللازمة للممارس ادارة المشاريع هذا الفرق بين كيان المعرفي وبين المنهجي اذا اثن اساس صناعة المنهجيات وغيرها من الامور السياسات هُهو استنادا الى الدليل المعرفي عندما يتم ذكر standard for project management معيار إدارة المشاريع يعتمد الدليل طبعا الدليل المعرفي يعتمد على المعيار معيار إدارة المشاريع يوجد طبعا بعض المعيار المختلفة وهي معيار إدارة محفظة المشاريع أو إدارة البرامج لكن بالنسبة للبين بوك البين يدينا هو يعتمد على معيار إدارة المشاريع وهو وثيقة وضعت بواسطة سلطة أو عرب أو موافقة طبعا هذا تعريف المعيار بشكل عام المعيار كلمة معيار standard هو وثيقة وضعت بواسطة سلطة أو عرب أو موافقة عامة كنموذج أو مثال نفطا لمعيار المعهد الوطن الأمريكي للمعيير هذا التعريف وطور معيار إدارة المشاريع باستخدام عملية قائمة على مفاهيم الإجماع والانفتاح والإجراءات الواجبة والتوازن طبعا المعيار والدليل كلاهما يستندان إلى المبارسات الوصفية بدلا من المبارسات المبنية على وجهات النظر إذن نتيجة المبارسات في مدرجة الإدارة المشاريع قد ظهر لدينا الstandard والبيمبوك الstandard هو جزء أصلا من البيمبوك بالنسبة للمعيار standard for project management يعد دائما هو الحجر الأساس أو هو المرجع الرئيسي لإدارة المشاريع وفق البيم آي ويقدم مزيد من التفاصيل حول المفاهيم الأساسية والاتجاهات الناشئة والاعتبارات اللازمة لتصميم عمليات إدارة المشاريع حيث العمليات الموصفة هي عمليات عامة لكن يوجد طبعا بعض التخصيص حسب المهنة حسب طبيعة العمل يمكن التقدم فيها أو العمل عليها بالاستناد إلى الstandard أو المعيار يوجد أيضا ما يسمى المثاق الأخلاقي والسلوك المهني code of ethics and professional conduct بعض الأسئلة تكون بهذا المجال قد نضع بعض الأمثلة خلال الدورة الإدريبية لكن المعلومات الرئيسية التي يجب عليها أهم القيم التي حددها المجتمع العالمي لإدارة المشاريع هي المسؤولية والاحترام والنزاهة والصدق responsibility, respect, fairness and honesty هذه المعايير أو هذه القيم يجب مراعاتها أثناء العمل ويجب أيضا أن انتباه إليها أثناء الإجابة على الأسئلة في الامتحان بعض الأسئلة يتم فيها وضع بعض الحلول التي قد تكون مجهة نظرك أنت كعامل في المجال كمهندس في الموقع كمسؤول عن تطوير برمجية معينة قد تكون من الإجراءات التي يتم الرجوع إليها بشكل تلقائي ودون أي تعقيدات لكن من وجهة نطر أخلاقية قد يكون هذا الإجراء مخالف للميثاق الأخلاقي والسلوك المهني في هذه الحالة يجب الانتباه إلى طبيعة السؤال والإجابة على الأسئلة دائما وفق متطلبات الميثاق الأخلاقي والسلوك المهني لا يوجد أسئلة مفصولة بشكل سابقا في النسخ السابق كان يوجد بعض الأسئلة الخاصة فقط في الميثاق الأخلاقي والسلوك المهني لكن الآن أعتقد منذ النسخة الخامسة تم إدراجها بشكل متكامل ضمن الأسئلة الخاصة بالعمليات والمجالات المعرفية يمكن أن يكون السؤال أصلا عن إدارة الكلفة أو إدارة التكلفة ولكن بعض الاختيارات تخالف الميثاق الأخلاقي والسلوك المهني في هذه الحالة يجب استبعاد هذا الاختيار من الاختيار الصحيح الوحيد الذي يجب إختياره طبعا في الميثاق الأخلاقي يوجد بعض المعايير تسمى المعايير الطموحة طبعا اللغة الترجمة اللغة العربية هي بالاعتماد على الترجمة أو النسخة العربية المعتمدة من PMI عندما تكون عضو في PMI يتم سماح لك طبعا بتحميل النسخ التي تحتاجها بالنسخة العربية والإنجليزية وغيرها من النغات الموجودة بالإضافة إلى العديد من المعايير والاستندرات والمواصفات الخاصة بإدارة المشاريع بشكل مجالي فالترجمة هي معتمادا على الترجمة المعتمدة والتي قد تكون مختلفة أحيانا معتمدة من قبل معهد إدارة المشروعات المعايير الطموحة والمعايير الإنسانية طبعا بشكل أساسي المعايير الخاصة بمتاق الإخلاقي والسلوك المهني تتعلق بالالتزام بالقوانين والالتزام بسياسات الشركة أيضا بشكل أساسي يوجد لدي العمل على احترام حقوق الملكية العمل على احترام اشتقافة العاملين الآخرين أو الناس الآخرين هذه المعايير تكون طبعا يجب مراعاتها أثناء العمل وأثناء الامتحان بالنسبة للعناصر الأساسية كما ذكرنا العناصر الأساسية التي يجب تعريفها أولا ما هو المشروع وما هي إدارة المشاريع المشروع المشروع هو مسعى مؤقت طبعا كل كلمة من هذه الكلمات لها معنى ويجب أن تكون مفهومة لديك لتصنيف خلال الانتحان بعض الأسئلة قد تكون خادعة فيجب عليك أن تعلم هل هو يتكلم الآن عن مشروع أو عن عملية project or operation في إدارة العمليات تختلف عن إدارة المشاريع إدارة المشاريع تختلف عن إدارة البرانش فيجب عليك التمييز بين هذه التعريفات بين هذه الأمور لتتمكن من الإجابة وتتمكن من معرفة بيفيد تصرف مع كل سؤال المشروع هو مسعى مؤقت أذن له بداية ونهاية يتخذ من أجل يتم تنفيذه ويتخذ من أجل الوصول لمنتج أو خدمة أو نتيجة متفردة project management إدارة المشاريع project management أو تعريف إدارة المشاريع حسب الكود أو حسب PMBOOK is the application of knowledge skills tools and techniques to project activities to meet the project requirements هو عملية إدارة العمليات أو هي عملية تطبيق المعرفة المعارف المهارات والأدوات والأساليب خلال تنفيذ عمليات أو أنشطة المشروع لتحقيق متطلبات هذا المشروع ليتم تنفيذ هذه العمليات من خلال إدارة يجب أن تكون هذه الإدارة تتميز بالفعالية والكفاءة effectively and efficiently الفعالية والكفاءة طبعا التعريف، كلمة فعالية وكلمة كفاءة وهذه التفاصيل هي تعريف مفيدة من حيث الإطلاع عليها يمكن طبعا الإطلاع عليها بشكل رئيسي من الكتاب يوجد العديد من الأمثلة حول ما هو المسعى المؤقت كيف بعض الأمثلة عن المشاريع قد تكون بعض الأمثلة عن مشاريع تطوير مركب دوائي للسوق أو توسيع خدمة مرشد سياحي دمج مؤسستين تحسين عمليات تجارية داخل المؤسسة العديد من الأمثلة لذلك الاطلاع على الكتاب هو أساسي هذه الشروحات أو هذا الفيديو أو هذا الدورة التدريبية هي لتسليط الضوء على بعض النقاط لكن يجب أن يتم الاطلاع على الكتاب الأساسي وهو بيم بوك قايد الإدارة الفعالة عندما تكلم عن فهي بشكل أساسي يعني تتكلم هنا عن بعض الأمور التعلقة بتحقيق تحقيق meet business objectives تحقيق أهداف المشروع أن تحقيق متطلبات أو توقعات المعنيين بالمشروع تحقيق ما يريدون الوصول إليه أو جعله واقعاً توقعاتهم وتحويلها للواقع وأن تكون أيضاً العمليات أو المشاريع تكون أكثر قابلية للتوقع زيادة فرص النجاح تسليم المنتجات الصحيحة في الوقت المناسب حل المشكلات والإشكالات الاستجابة للمخاطر في حينها تحسين استخدام موارد المؤسسة تحديد المشاريع الفاشلة وأصلاحها وأنهائها إدارة القيود على وهي سوف نتكلم عنها بالمثال النطاق الجودة جدوى الزمني التكاليف الموارد موازنة تأثير القيود على المشروع إدارة التغيير بطريقة أفضل هذه كلها مميزات الإدارة الفعالة من الطرف الآخر الإدارة السيئة للمشاريع أو غياب إدارة المشاريع إما إدارة سيئة للمشروع أو يوجد غياب لمفهوم إدارة المشروع سوف يؤدي إلى ما يل تجاوز موعد التسليم تجاوز التكاليف الجودة السيئة إعادة تنفيذ العمل ريووركس طبعا هذا عملية إعادة تنفيذ العمل لديه العديد من التأثيرات السلبية التوسع غير متحكم به للمشروع خسارة سمعة المؤسسة والشركة وعدم رضاء المعنيين رضاف إلى الإخفاق في تحقيق أحداث المشروع على قيمة لأجلها إذن الإدارة الفعالة وذات الكفاءة يجب أن يتم إدراجها ويجب أن يتم وضعها كطريق أساسي أو طريق رئيسي لتحقيق قيمة ومنافع المؤسسة وبالتالي يجب أن يكون قادة المؤسسات قادرين على الإدارة بميزانيات محكمة من خلال وفي أطر زمنية قصيرة من خلال تطبيق مبادئ الإدارة إدارة المشاريع الفعالة ويجب اعتبار الإدارة الفعالة للمشاريع كفاءة استراتيجية داخل المؤسسات فهي تمكن المؤسسات من ربط نتائج المشروع بأهداف العمل المنافسة الأكثر فعالية في الأسواق العمل الحفاظ على المؤسسة طبعا عندما تنجح مشاريع المؤسسة فبالتالي يمكن الحفاظ عليها واستجابة لتأثير تغييرات في بيئة الأعمال على المشاريع من خلال التعديل الملائم في خطط إدارة المشروع من المهم دائما التنبه إلى أن خطط إدارة المشروع أو عمليات إدارة المشروع ليست جامدة يجب أن تكون طبعا هناك سوف نتكلم عنها وهي التخصيص معايير التخصيص لكن يجب دائما الانتباه إلى أن هذه القوالب ليست جامدة ولكن كل مشروع طبيعة معينة يتم على أساسها تخصيص منهجية تخصيص الأساليب والأدوات واستخدامه مناسب واستبعاد ما هو غير ملائم بحالة المشروع الآن العلاقة بين المصطلحات الأساسية تكلمنا منها سابقا Project, Program, Portfolio and Operation Management إدارة المشروع إدارة البرنامج إدارة المحفظة وإدارة عمليات إدارة المشاريع إن استخدام عليات إدارة مشاريع وأدواتها والتقنياتها يضع أساسا سليما للمؤسسات لكي تحقق هدفها وغايتها طبعا يمكن إدارة المشاريع في ثلاث سيناريوهات منفصلة إما مشروع قائم بذاته أو مشروع ضمن برنامج أو مشروع ضمن محفظة عرفنا المشروع سابقا الآن سنعرف البرنامج البرنامج حسب تعريف الكتاب هو مجموعة من المشاريع ذات الصلة وغيرها من البرامج الفرعية وأنشطة البرامج التي تدار بطريقة منصقة للحصول على منافع لا تتحقق من إدارتها على نحو فرد والبرامج ليست مشاريع كبيرة ويمكن إشارة المشروع الكبير للغاية بإسم مشروع عملاق التعريف يجب أن يكون أضحا عندما نتكلم عن برنامج نتكلم عن مجموعة من المشاريع أو البرامج الفرعية مجموعة من المشاريع المتصلة والبرامج الفرعية التي يجب أن تدار يجب أن تدار بشكل متكامل وليس كل مشروع على حدة لتحقيق هذا المشاريع على سبيل المثال بعض الأمثلة بعض الأمثلة قد تكون على سبيل المثال إطلاق إطلاق مكوك فضائي إطلاق مكوك فضائي يتضمن العديد من المشاريع الجزئية أو البرامج الفرعية عملية الإطلاق نفسها عملية الإطلاق يسبقها بالتأكيد عمليات تتعلق بالبناء عمليات تتعلق بالبرمجة عمليات تتعلق بالتجهيز مشاريع لبنية تحتية مشاريع لبرمجية يوجد برامج فرعية مثلا لاستخدام بعض البرمجيات أو لاستخدام بعض أو لتصنيع بعض الأجزاء الفريدة التي غير متوفرة في المحصلة لا يمكن إدارة برنامج إطلاق المكوك الفضائي إلا من خلال إدارة كل المشاريع والبرامج الفرعية بشكل منتظم تحت إدارة برنامج واحد يمكن على أساسها الوصول والنجاح محفظة المشاريع أو البورتفوليو هي عبارة عن مشاريع وبرامج ومحافظة فرعية وعمليات يتم إدارتها على شكل مجموعة من هذه ما تم ذكره لتحقيق أهداف استراتيجية هنا الفرق تحقيق الأهداف الاستراتيجية يختلف عن البرنامج البرنامج يتم لتحقيق فائدة لمجموعة من المشاريع أو البرامج الفرعية لتحقيق مشروع قد يكون مشروع واحد في النهاية وإطلاق مكوك فضائي أما البورتفوليو محفظة المشاريع فليس بلا الضرورة أن تكون المشاريع مرتبطة بالبعض ليس بلا الضرورة أن تكون البرامج مرتبطة بالبعض لكن إدارتها بشكل كامل بمنظومة أو حسب بورتفوليو مانجمنت سيؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة لذلك بورتفوليو مانجمنت هو مستوى أعلى من إدارة البرنامج وأعلى من إدارة المشروع بالنصوص المكتوبة تختلف إدارة البرامج وإدارة المحافظة عن إدارة المشاريع في دورات حياتهم وأنشطتهم وأهدافهم وتركيزهم ونوافعهم ومع ذلك تشترك المحافظة والبرامج والمشاريع والعمليات غالباً مع نفس المعلي قد يحتاجوا إلى نفس المغارض ويمكن أن يدد ذلك إلى حدوث نزاع في المؤسسة وهذا النوع من المواقف يزيدنا الحاجة إلى تنسيق داخل المؤسسة خلال استخدام إدارة المحافظة والبرنامج والمشروع لتحقيق التوازن فعال في المؤسسة إذن عملية الفصل وعملية فهم كل نوع من الأنواع التي تم ذكرها تركز إدارة البرنامج والمشروع على قيام بالبرامج والمشاريع بطريقة الصحيحة بينما تركز إدارة محفظة المشاريع على قيام بالبرامج والمشاريع الصحيحة هذا الاختصار أو هذا المحصلة العمل هنا يجب التميز بين محفظة المشاريع وبين البرنامج والمشروع محفظ المشاريع مهمته الأساسية أن يختار المشاريع وأن يختار البرامج الصحيحة بينما البرنامج والمشروع يجب أن ينفذ بطريقة صحيحة لتحقيق بشكل عكسي لتحقيق النتائج التي تؤثر على المؤسسة بشكل كامل طبعا يوجد في الكتاب في الصفحة الثلاثة عشر يوجد نظرة عامة ومقارنة لإدارة محافظة المشاريع والبرامج والمشاريع من حيث التعريف من حيث النطاق نطاق عمل كل منها عملية التغيير كيف تقوم بعملية التغيير في المشروع في البرنامج في محفظة الاستثمار التخطيط أيضا الإدارة المتابعة النجاح لكل منها يوجد في الصفحة الثلاثة عشر موجود بعض المعلومات عنها يمكن قراءتها للاطلاع على الفروقات لتكوين فكرة أكبر عن الفرق بين الأقسام الثلاثة بالنسبة لإدارة البرنامج إدارة البرنامج هي تطبيق المعارف والمهارات والمبادئ على برنامج لتحقيق أهدافات البرنامج الحصول على منافع غير قبل التحقق في حال إدارة كل المشروع على نحو فردي أو منفصل إدارة البرنامج تركز على الارتباطات بين المشاريع وبين المشاريع والبرنامج يوجد ارتباطات ضمن المشاريع نفسه ويوجد ارتباطات بين المشاريع وبين البرنامج وتركز إدارة المشاريع على الارتباطات داخل المشروع لتحديد الأسلوب الأمثل لإدارة المشروع بينما تركز إدارة البرنامج على الارتباطات داخل المشاريع وبين المشاريع والبرامج لتحديد الأسلوب الأمثل لإدارتها ويمكن أن تشمل إجراءات متعلقة بهذه الارتباطات التي تؤثر على أهداف وغيات البرنامج والمشروع تشمل إجراءات متعلقة بهذه الارتباطات بين البرنامج ومستوى المشروع على ما يلي توافق مع التوجه التنظيمي أو استراتيجي تخصيص نطاق البرنامج في مكونات البرنامج إدارة الارتباطات بين مكونات البرنامج بما يخدم البرنامج على المحو الأفضل إدارة مخاطر البرنامج حل القيود والنزاعات حل الإشكالات بين المشاريع ومستوى البرنامج إدارة طلبات التغيير تخصيص الميزانيات عبر عدة مشاريع داخل البرنامج وضمان تحقيق المنافع مع البرنامج والمشاريع المكونات هذا الكلام يجب فهمه فهمه لمعرفة الفرق بين عملية إدارة المشاريع سنتوسع بها خلال دراستنا لشهادة PMP وبين المستوى الأعلى وهو إدارة البرنامج المستوى الأعلى إدارة محفظة المشاريع المحفظة طبعا هي المشاريع والبرامج والمحافظة الفرعية والعمليات التي تدارك مجموعة لتحقيق الهداف الاستراتيجية كما هو معرف أمامكم إدارة محافظة المشاريع هي الإدارة المركزية لمحفظة واحدة أو أكثر لتحقيق الهداف الاستراتيجية إذن محافظة المشاريع مرتلطة دائما مع الهداف الاستراتيجية هدف إدارة محفظة المشاريع هو توجيه قرارات الاستثمار التنظيمي اختيار الخليط الأمثل من البرامج ومشاريع التي يحقق على أحداث استراتيجية توفير الشفافية في صنع القرارات إعطاء الأولوي لتخصيص موارد الفريق والموارد المادية زيادة احتمال تحقيق العائد المرهوب على الاستثمار توحيد إدارة سجل الخطر الكلي لجميع المكونات إدارة محفظة المشاريع تؤكد طبعا على أن محفظة المشاريع منسجة متوافقة مع استراتيجيات التنظيمية يجب دائما التركيز على الاستراتيجيات التنظيمية من خلال إدارة محفظة المشاريع لأجل تعظيم أو تكبير قيمة محافظة المشاريع يجب الفحص الدقيق للمكونات التي تشكل محفظة المشاريع وتعطى الأولوية لمكونات التي تساهم ساهمة كبرى في الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة للحصول على الموارد المالية وموارد الفريق والموارد الماد الآن إدارة العمليات ما هو الفرق بين إدارة العمليات وما سبق إدارة العمليات هي مجال دراسة يقع خارج نطاق الإدارة الرسمية المشروع يجب التفريق دائما بين إدارة المشروع وإدارة العمليات الـ Corporation Management في العادة إدارة العمليات تركز على الإنتاج المتواصل Ongoing Production لمنتجات ولخدمات بينما كما نتكر سبقا هو إدارة المشروع أو المشروع هو مسعى مؤقت لإنتاج خدمة أو منتج أو خدمة فريدة أو متفارقة أو نتيجة متفارقة إذن إدارة العمليات تهتم بالإنتاج المتواصل للسلع أو الخدمات وهي تضمن استمرار العمليات التجارية بكفاءة من خلال استخدام موارد المثلة اللازمة لتلبية متطلبات العملات كما أنها معنية بإدارة العمليات التي تحوى المدخلات طبعا على سبيل المثال المواد والمكونات والطاقة والعمل إلى مخرجات مثل وهي المنتجات السلع والخدمات أو أحدها الآن إدارة العمليات والمشاريع قد تكون التغييرات في عمليات تجارية أو تنظيمية محور تركيز لبشروع ومع ذلك تعتبر العمليات مستمرة خارج نطاق المشروع هي جزء من إدارة عمليات والمشاريع نقاط التقاطع بين إدارة العمليات وبين إدارة المشاريع يمكن أن تتقاطع من خلال طبعا دورة حياة المنتج عندها تطوير منتج جديد أثناء تحسين العمليات أو عملية تطوير المنتج في هذه الحالة يوجد طبعا تداخل بين العمليات وبين المشاريع عند نهاية دورة حياة المنتج عندما ينتهي دورة حياة المنتج يصبح هناك تداخل وفي كل مرحلة إغلاق في كل نقطة تنقل فيها التسليمات والمعرفة بين المشروع والعمليات لتنفيذ العمل المسلم يحدث هذا التنفيذ من خلال نقل الموارد أو المعرف الخاص بمشروع العمليات أو من خلال نقل الموارد التشغيلية للمشروع التداخل بين العمليات والمشروع يتطلب من المدير فهم دائما ما هو الهدف من هذه العملية العملية ضمن إدارة المشروع تختلف عن عملية ضمن إدارة العملية طبعا هذا التفصيل يمكن أن نتحدث عنه أكثر في لاحقا أثناء التقدم في البرنامج أو في الدورة التدريبية لكن الآن نكمل في الاطلاع والإطاءة على البنوت أو على النقاط التي يتم ذكرها من خلال الكتاب المعرفي الإدارة المؤسسية المشاريع والاستراتيجيات يمكن أن أطلاع عليها من الموقع من الكتاب نفسه حيث يتم فيها شرح بشكل مبسط كيفية الرابط بين البيئة التنظيمية والاستراتيجية والعمليات من خلال محفظة المشاريع والبرامج والمشاريع طبعا إدارة العمليات تقلالها من نوعها الإدارة المؤسسية للمشاريع والاستراتيجيات يجب هنا الإطلاع على عملية التوافق بين المحافظ والمشاريع والبرامج من خلال كما ترون الشكل الموضوع أمامه تحت مظلة واحدة تسمى البيئة المؤسسية أو البيئة التنظيمية ببيئة التنظيمية يجب أن يكون هناك تواؤم بين إدارة محفظة المشاريع والاستراتيجيات التنظيمية كما تحدثنا سابقا وأيضا التنسيق مع إدارة المرامج والمشاريع من خلال تحليل تأثير الأعمال وتحليل أداء القيمة للحصول على تحقيق للاستراتيجيات المطلوبة طبعا يوجد في الصفحة رقم 18 في الدليل المرجعي يوجد المكونات الأساسية للدليل المعرفي ووصف موجز عن دورة حياة المشروع وهي سلسلة من المراحل التي أمر بها المشروع منذ بدايته لنهايته مرحلة المشروع وهو مجموعة من أنشط المشروع المترابطة منطقية وتؤدي إلى إكمال واحدة وأكثر من التسليمات بوابة المشروع أو بوابة المرحلة عفوا هي مراجعة في نهاية مرحلة ما حيث يتخذ فيها قرار باستمرار المرحلة التالية أو الاستمرار مع بعضها تعديلات أو إنهاء البرنامج أو المشروع عمليات إدارة المشروع هي سلسلة منهجية من الأنشطة الموجهة نحو التسبب في نتيجة نهائية حيث يعمل مدخل واحد أو أكثر على إنشاء مخرج واحد أو أكثر عمليات إدارة المشروع هو ما سيتم التحدث عنه بشكل أفصيلي أكثر وربطه بمجموعات عمليات إدارة المشروع والمجال المعرفي لإدارة المشروع مجموعات عمليات إدارة المشروع هو تجميع منطقي لمدخلات والأدوات والأسلوب التقنية والمخرجات الخاصة بإدارة المشروع لتشمل مجموعات عمليات إدارة المشروع وهي خمس البدء، التخطيط، التنفيذ، المتابعة والتحكم والإغلاق طبعا مجموعات إدارة المشروع ليست هي مراحل المشروع يجب الانتباه هنا بأن مراحل المشروع مختلفة عن مجموعات عمليات إدارة المشروع المجال المعرفي لإدارة المشروع Project Management Knowledge Area تعرف بأنها مجال محدد ضمن أو من إدارة المشروعات يحدد عن طريق متطلباتها المعرفية ويعبر عنه من خلال مكوناتها من عملياتها وموارساتها والمدخلات والمخرجات والأدوات والأسئلة دورات حياة المشروع والتطوير هذا المصطلح وهذا القسم الجديد في النسخة السادسة يأتي في التواؤم مع التوجهات الجديدة في إدارة المشاريع والانتقال من الإدارة التقليدية لاستخدام بعض دورات الحياة وبعض الأنظمة وبعض القوانين أو بعض الأساليب وبعض العمليات التي تتوافق مع ما يمكن إدراجه تحت المنهجيات غير التقليدية والمنهجيات الحديثة في إدارة المشاريع طبعاً دورات حياة المشروع والتطوير دورة حياة المشروع هي عبارة عن سلسلة من المراحل التي يمر بها المشروع من بدايته وحتى اكتماله وتوفر دورة الحياة الإطار الأساسي لإدارة المشروع حيث يطبق هذا الإطار بغض النظر عن أعمال المحدد الذي ينطوع عليه المشروع ويمكن أن تكون المراحل هنا إجابة الانتباه المراحل ممكن أن تكون متتابعة أو متكررة أو متداخلة أيضاً يمكن أن تكون دورة حياة المشروع إما التنبؤية أو متكيب طبعاً التفاصيل موجودة بشكل رئيسي ضمن الكتاب لكن سنقرأ بعض التفاصيل السريعة في دورة الحياة التنبؤية يحدى نطاق المشروع وقته وتكرفته في مراحل مبكرة من دورة الحياة وأي تغيرات تطرأ على النطاق تدار بعناية كما يمكن إشارة أيضاً إلى أن دورات الحياة التنبؤية بأنها دورات الحياة القائمة على النموذج الشلالي يجب انتباه هنا waterfall life cycles مرتبط بpredictive life cycle وهي دورة الحياة التنبؤية في دورة الحياة المتكررة يحدى نطاق المشروع بصفة عامة مبكرة في دورة حياة المشروع ولكن تعدل تقديرات الوقت والتكلفة تعديلاً روتينياً حسب فهم فريق المشروع للزيادات في المنتج وتقوم التكرارات بتطوير المنتج من خلال سلسلة من الدورات المتكررة بينما تضيف الزيادات إلى وظائف المنتج بصورة متتابعة في دورة الحياة المتزايدة في دورة الحياة المتزايدة تنتج التسليمات من خلال سلسلة من التكرارات التي تضيف الوظائف بطريقة متتابعة في إطار زمن محدد مسبقاً وتحتوي التسليمات على القدرة الضرورية والكافية لكي تعتبر كاملة بعد التكرار النهائي فقط هنا ستظهر بعض المفاهيم المتعلقة بدورة الحياة المتكفيفة تكون دورات الحياة المتكفيفة رشيقة أجيل طبعاً مصطلح أجيل سيتم تكراره أو يكون اي ترتدف وهو التكراري أو متزايد الكريمانت يحدد النطاق التفصيلي ويعتمد قبل بداية التكرار كما يشار أيضاً لدورات الحياة المتكفيفة باسم دورات الحياة الرشيقة أو التي تدار بناء على التطويرات أجيل أو شينج درايفن شينج درايفن لايف سايكلز يوجد دورة الحياة الهجينة وهي مزيج من دورة الحياة التنبؤية والمتكيفة وتتبع عناصر مشروع المعروفة جداً أو التي لها المعروفة جيداً أو التي لها منطلبات ثابتة دورة حياة التطوير التنبؤية بينما العناصر التي ما تزال تخضع على التطوير تتبع دورة حياة التطوير المتكيفة إذن هنا يوجد مرونة يوجد أكثر من طريقة لا يوجد طريقة جامدة خلال دورة حياة المشروع عملية التطوير وعملية العمل ضمن بيئة المشروع تتطلب أن يكون هناك دورة حياة المشروع تتميز بمرونة طبعاً هذه المرونة يمكن تحقيقها في دورة حياة عن طريق تحديد العملية أو العمليات التي يجب إجراءها في كل مرحلة إجراء العملية أو العمليات المحددة في المرحلة المناسبة وضبط السمات المختلفة للمرحلة على سبيل المثال يمكن أن تكون هذه السمات متعلقة بالأسم بالمدة الزمنية يمكن أن تكون متعلقة متعلقة بمعايير الخروج ومعايير الدخول خاصة بكل مرحلة أيضاً يجب الانتباه إلى موضوع أن دورات حياة المشروع تكون مستقلة عن دورات حياة المنتج المشروع والمنتج يجب هناك فصل بين دورة حياة المشروع ودورة حياة المنتج عرفناها بأنها عبارة عن سلسلة من المراحل التي يمر بها مشروع مدايتي حتى اكتماله بينما دورة حياة المنتج هي سلسلة من المراحل التي تمثل تطور المنتج التركيز على المنتج بينما التركيز في دورة حياة المشروع عن المشروع ككل من بدايته وحتى اكتماله سنتوقف الآن عند مرحلة المشروع وهو ما تم ذكره موجود في الصفحة الثمانية عشر من كمينات أساسي للدليل المعرفي سنتكلم في المحاضرة اللاحقة عن دورة حياة المشروع سنتكلم عن مرحلة المشروع سنتكلمنا سابقا عن دورة حياة المشروع سنتكلم عن مرحلة المشروع بوابة المرحلة عمليات إدارة المشروع مجموعة عمليات إدارة المشروع والمجال المعرفي لإدارة المشروع طبعاً يجب الاطلاع عليها بشكل أكبر من ضمن الكتاب نفسه لكننا نضيء بعض النقاط على بعض المعلومات الأساسية على عمل اللقاء في المحاضرة القادمة شكراً لست